السلام عليكم اليوم شاركت معكم وصفتة حلوة الكاستيل كيفاش تخدمها بطريقة سهلة وسريعة ونجحة من اول مرة المقادير مضبوطة وحتى بعض النصائح باش تنجح لك من اول مرة بلا تضيعي سوالح فبقى ما يشاهد الفيديو وضغطونا على زر لايك شاركوه في القناة وفعلوا جرس باش يسلقكم كل جديد فيديوهاتي بارتاج واشتعون الفائدة على الجميع وبسم الله نبدأ رصفها وطريقة التحضير في اناء يكون نظيف ما يكون فيه لا زيت لامة حطي فيه كاس ناقص اسبع من بياض البيض يكون درجة حرارة المطبخ بالنسبة بالكرام انا اوزنتها لكم 170 جرام تاع بياض البيض هكا باش يعني الوصفة تكون واضحة قرصات على الملح ونبدأ نطلع فيه بالباتر كما قدت لكم 170 جرام تاع بياض البيض يكون درجة حرارة المطبخ قرصات على الملح نطلع بالباتر حتى اللي تشوف الرغوة بدأت تتبان هذيك البيضة هنا نزيد 150 جرام تاع السكر بنفس الكاس اللي حبرت به بياض البيض يعني كاس ناقص اسبع ولكن بالقرام يختلف هناك عبرت هذا الكاس لقيت 150 جرام يعني 170 جرام بياض البيض 150 جرام سكر سكر حبيبة سعادي نوصلوا الخفق جيدا حتى اللي نشوفه يعني تماسك البيض البيض جيدا ودعنا هذيك يمنقار تاع الزاوش ما تنسى وشلافاني ديروا منعقة كبيرة تاع فانيليا وعودوا وضربوا وضربوا زوجه وحبسه مباشرة نزيد زوج كوكاو يكون حمصين ملاح ومطحونين مهرمش صحيح كما راك تشوفه بالنسبة للكوكاو هو فول سوداني هنا تكاس معمر ملاح ناقص اسبع فيه بالقرام 20 و 25 جرام كوكاو سوف أعطيتكم بالعبر نخلطه بسباتيول ولا بملاعقة تاع سيليكون تكون طرية هكا بشي سهل عليك انك تخلطي بهذه الطريقة من تحت الفوق نزيد زوج مغارف كبار من المغارف مقبه بالقرام 40 جرام وبالكاس نزيد الربع كاس فوق الربع بشوية هنا نحطها في الصفاية صفي الفارينة ونزيد الربع مغارف صغيرة من خميرة الكيميائية تاع الحلوية لا يفوق الربع مغارف صغيرة لا تكتر نصفيهم نسخها ندخل المكونات ندخل المكونات في هذا الأثناء يوجد الفرن يسخن مليح ونضع البلال في ٢٩ ٣٩ نضيف الورق الطهي ونضيف الخليط ونضيفه على كامل البلال بالتساوي قبل أن ندخلها للفرن نضيف السكر من فوق نضيف القرمشة نضيف السكر خبطة ودخلها للفرن على ١٨٠ درجة إذا كان الفرن ساخن نقصها قليلا ونضيفها على ٢٠ دقيقة نضيفها ٥ دقائق ونضيفها ٥ دقائق ونضيفها ٥ دقائق ونضيفها ٥ دقائق نضيفه ٢٠٠ جرام كامل كامل نضيفه ٢٠ ٢٥ جرام ثم نضيفه ٢٠ جرام صغار كما تشوفين مقبين يعني يديري مورف كبيرة تعطيها بلنة شبه بالنسبة لطياب الكاستيل شد ياري كي قلت لك دخليها للفرن على 180 دارا جويدة كالفرن تاعك ساخن جدا نقصها شوية 150 طيبها على 20 دقيقة غير ملتحت كي تشوفيها يعني تستحمر في الجوانب طفي عليها ملتحت الشعلي من فوق تتحمر تنشف تبدي هذا كل لون الدهبي شوية قلعيها صعي تبدي لك كحد اقصى 30 دقيقة هنا شوفي انا يمخليتها الشطرية نشفتها شوية هكا باش تجيك يعني مقرم شام وتجيك معلكة صحي هنا قلعت لها الورق الطهي بابي كويسون وحطيتها على الرخامة لكي تبرد وراني نقسم فيها نقلع كامل هادو كل جوانب هذه الزيادة سنحتاجها من بعد نحطها جانبا اذا وصلتوا لهنا ونسيتو تضغطونا على زر لايك ربي يحفظكم ضغطونا على لايك واشتاركو في القناة هكا باش يبتلكم كامل جديد فيديوهاتي والوصفات ان شاء الله يا ربي نقسمها الى نصفين كونه متساويين جبت المستارة وعبرت الطول هنا لقيت ثلاثة وثلاثة سنتيم قسمتها على ثلاثة تحت لي 16.5 سنتيم سنقسمها تماما عن 16.5 هكذا سنقسمها ثم نضيف الصحن نضيف الطبقة الأولى ونضيف كريمة الزبدة نضيف كمية مليحة لا تكتري نضيف كمية مليحة نضيف كامل نضيف كامل بطريقة ثم نضيف الطبقة الزوجة ثم نضيف طبقة الزوجة ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف طبقة ثم نضيف كيامل ثم نضيف كمية ثم نضيف كان لدينا قليلا ثم نضيف الزبدة السودانية ثم نضيف نغطي كامل كريمة الزبدة نغطي كامل كريمة الزبدة نضيفها في التلاجة تبرد قليلا قسمتها مباشرة كريمة الزبدة نقسمها إلى قسمين ثم نزيد إلى أقسم صغيرة سواء تكون مربعات أو مستطيلة حرة نقسم خفضها نقسم خفضها فعندما تقسمها نقسم خفضها يجب أن تقسم خفضها فجعبها دعها تتحمل يجب أن تشف ويجب أن تكون خفضها ولكن أجب أن تقسمها تقسمها من بعدك هنا تبدأ تدوب في الفم صحيح وتجي مع لك فنصحكم باش جربوها وبنة لامورنك فيها تهبل وكوكاو كل شيء متناسق مع بعضها البعض وكريمة زبدة اللي خدمناها بالفول السوداني ما شاء الله عليها فما تستغنش باللايك ليسوناك في القناة والبرتاج هكذا باشتعم الفايدة على جميع ربي يحبتكم إن شاء الله إلى فيديو آخر سلام وأي سؤال أي سفسر خلولي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أمان الله شكرا